موسيقى فابدقت انه مفيش مستحيل وكانت مقتنعة ان ذاوي الهمم عندهم مواهب عبقرية تستحق انها تظهر للنور وان دمجهم في المجال الفني والثقافي مش مستحيل ابدا لكنه بس محتاج شغل ومجهود وصبر عشان يتم تأهلهم انهم يدخلوا المجال ده يمكن ده اللي خليها تأسس شجر التوت اللي احتضنت مواهب كتير من ذاوي الهمم وساعدتهم انهم يطلعوا ابتعاتهم الفنية فاستحقت عن جدارة تكرمها من السيدة انتصار السيسي حرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ايقونة المرأة المصرية دايما حرم الرئيس بتدعم النمازج الناجحة الملهمة دي الحقيقة في مختلف المجالات وبتسندهم وبتشجعهم علشان يحققوا انجازات اكتر خلونا نرحب النهاردة بديوفنا ديانا سعد مؤسسة شجر التوت لفنون المسرح قدامك والاستاذة هند خليل من الممثلين المشاركين في العروض في المؤسسة اهلا بكم ومنورنا اهلا بكم اهلا وسهلا بحضراتكم ومنورنا مرسي خليني ابدأ معاك يا استاذة ديانا وشجر التوت الاسم صراحة مختلف وملفت حاس انه وراح كاية او قصة هو ده سبب اختيار ايها كانت سبب في اختيار الاسم ده حقيقي هو احنا اول ما فكرنا في الاسم كان اكتر حاجة بنفكر فيها انه هو ليه يعني احنا سألنا نفسنا ليه بيتم الاهتمام خاصة في الدمج في فنون الدراما والمسرح بس في احتفالات معينة سواء احتفال اليوم العالمي للاشخاص دوي الاعاقة او احتفالات معينة فقلنا ليه الاكتيفيتز وليه الورش والعروض مش مستمرة على طول وخاصة العروض الدمجة وده اللي احنا بنعمله هنا احنا مش بنعمل عروض بس خاصة بالاشخاص دوي الاعاقة لا احنا بنعمل ده في بيئة دمجة تسمح لهم انهم يتعاملوا مع ممثلين محترفين كمان في مجال الفن والدراما وده كمان اللي بيخلق وبيشيل الحاجز ما بيننا احنا الاتنين وده حقيقي اللي كنا بنفكر فيه واحنا بنفكر في الاسم فقلنا انه يمكن التوت لما هو احنا بنحبه قوي بس هو بيطلع فجأة كده ويختفي فقلنا انه احنا لا احنا عايزين يكون موجودين باستمرار زي ما احنا عايزين كمان التوت زي ما هو مختلف ومتنوع يبقى موجود كمان مش في فاصل واحد لا في صور للسنة على طول جميل قوي طيب استاذة هند يعني الحياة بتاخدنا لأماكن ما كناش نتخيل ان احنا نكون موجودين فيها حضرتك من مدرسة لغة انجليزية لممثلة ازاي ده حصل هو في الحقيقة انا طول عمري بحب الحكي مع الاطفال واللعب وكده فانا عرفت الورشة بتاعت احكي لي بزي الريشة مع شجرة توت عن طريق اصدقائي فحبت انضم ليها وكان بالنسبة لي فكرة انه يعني بعد ما انا ما بقيتش بشوف فده يعني اني اقدر اطلع الطاقة اللي عندي والموهبة اللي عندي في مكان يسمح لي بداء كانت حاجة بالنسبة لي رائعة طبعا فلما رحت المكان ولقيت ده متاح فكان بالنسبة لي حاجة سعيدة جدا انا اقدر اطلع الطاقة دي او اعمل كده يعني وامثل ايه الادوار لحضراتك مثلت ايه الحقيقة انا كنت مثلت دور واحدة ست يعني اتل جوزها مرة distint اذا دتيها اصبح منا لازم تأتيها اطلع الطاقة انا كنت محب الغنى فده متاح كمان من خلال ابحل ان انا قدار اغني واحدة واضح أن حضرتك متعددة المواهب أستاذة هند. يعني أنت حركتما ترسمي. أنا فاهم صحة أو أنا فاهم خلط. أنا برسم. طب وصفين لنا بتعملي ده إزاي؟ الحقيقة أنا برسم من خلال خامات ملموسة بحيث أن اللوحة تقدر تتشاف بالصوابع. يعني بستخدم القماش أحياناً اللي هو بتعلف الهدايا بطريقة أنه يتلف ويتحط على اللوحة فيبقى بارز يتحس بالصوابع الفوم. أحياناً بستخدم بعض الخامات البسيطة خالص اللي موجودة حوالينا. يعني بزور الفواكه مثلاً أو إيش الفاكهة أو أي خامة تبقى محطوطة على اللوحة ملموسة بحيث أنها تتقري بالصوابع تتشاف بالصوابع. خلني أرجع لك تاني أستاذ ديانا. يعني أنا مش هسألك ليه عملتي ده؟ لأن هو الهدف أتخيل أن كلنا نحترمه وكلنا نشجعه. والدولة كلها الحقيقة بتسعى لفكرة الدمج وفكرة وضع زاوي الهمم على الطريق الصح وإنخرطهم في المجتمع بشكل يليق بيهم ويديهم حقهم. يعني مش هنقول غير كده. بس إنت بقى ابتلت علاقتك بزاوي الهمم. يعني احكي لي كده الموضوع بدأ إزاي معاك؟ أنا كنت شغالة في مجال الديسابريتي وفي مؤسسات بتشغل على دمج الأشخاص ده والأعاقة بس عن طريق التعليم. دمجهم في التعليم والتدريب. وفي نفس الوقت أنا كنت بمثل مصرح. يعني غالباً بمثل من وانا في ابتدائي لغاية لما وصلت أن أنا مثلت مع مصرح الدولة مصرحية قعدت تتعرض سبعة وخمسين اللي تعرض. وفي المصرحية دي جوم صحابي من الأشخاص ده والأعاقة يحضروا المصرحية. فهم جايين برضو قبلوا قبلوا تحديات وهم بيروحوا بيطلعوا المصرح عشان يعودوا قدام. فدي برضو تحديات احنا بنقابلها. وفي نفس الوقت أنا كنت بدأت برضو أفكر هو ليه إحنا مش بنعمل ليه الورج بتاعتنا ما فيهاش دمج. كمان يعني خليني أفكر أكتر كنت بحضر تدريب أثناء شغلي وكنا في أثناء التدريب ده بنشارك قصص شخصية مع بعض. فمن ضمن القصص أني بنت من الأشخاص دوي الأعاقة البصرية حكت أنها حاولت تدخل مصرح الجامعة وقبلت تمييز ومعرفتش تدخل وتكمل التجربة لأخيرها بسبب ده. فالقصة وإن أنا كنت في المصرح وإن أنا على طول بتعامل معاهم ففكرته هو ليه إحنا مش بنعمل ده. ليه المصرح مش متاح للجميع. ليه التحديات دي بيقابلوها ليه الورج أصلا أو النشاطات كمان اللي إحنا بنعملها. مش بنفكر أن هي إزاي تبقى متاحة لو حد عنده ديسابيليتي. يعني مثلا أنا حقيقي أثناء الفترة دي. مثلا أنا شخصيا قبلت ديسابيليتي في رجلي. اللي هو بدأت أفكر هو أنا مثلا لو حد بيحب الفن وقابل ديسابيليتي. هل هيوقف حلمه؟ أو هل هيوقف الحاجة اللي بيحبها بسبب الديسابيليتي دي؟ بدأت أفكر لا هو أنا عايزة حقيقي لأنه يمكن حاسة بإحساس كل فنان عايز يكمل ده. فالهو لا أنا نفسي لكل حد حابب أنه يكمل في المجال ده. أني أكون وسيلة أني أقل التحديات اللي بيقابلها وأنه يبقى في مكان بيعبر من خلاله عن عن فنه وأنه يستمر برغم التحديات اللي هيقابلها واللي كمان إحنا ممكن نقابلها في يعني في المستقبل لأنه وارد أي حد فينا يتعرض الفيسابيليتي في يوم الأيام فهو دي كانت الفكرة يعني وده اللي خلاني أنه أفكر أنه لأ هجرب وبدأت بقى ساعتها أول ورشة من ساعتها وقت الكورونا كان دخلت حضنة أعمال دي كانت أول حضنة أعمال أدخولها ومنها كسبنا كأول فريق في مجال الدمج وبدأت ساعتها أول ورشة وهي حكيلي وزي ريشة وبعد كده قعدت تلاتة راوند الراوند التانية والتالتة كانت بالتعاون مع استوديو عماد الدين وشركة المشرق وبعد كده بدخلت حضنة أعمال تانية اللي هي حاليا بسيطة وهي كمان بتساعدنا بتدينا استشارات كل الحضنات دي بتساعدنا أن نحن تدينا استشارات في مجال الثقافة والفن نحن إزاي نطور كمان من محتوى بتاعنا وهكذا وبدأت بقى بدأت الأحداث تتوالى يعني إلى حاليا نحن شغالين في أول مشروع وهو أول عرض دامج اسمه هانحنو ده ممول من الاتحاد الأوروبي والتحاد المعاهد الثقافية في مصر وكمان مؤسسة اسمها العمل للأمل وبالتعاون كمان مع بسيطة لايف وكمان بدعوا الناس أنها تحضر العرض ده إن شاء الله هيبقى في نوفمبر في مهرجان باب البحر في اسكندري طيب جميل قوي واضح يا ديانا أن أنت ما بتختاريش الحلول السهلة أو الطرق السهلة حبي الطريق الصعب فأنا متأكدة على الرغم من كل الجمال اللي إحنا شايفينه ده بس أنا متأكدة أنه في تحديات كبيرة وفي صعوبة في الموضوع ويمكن ده هيبان في الصور اللي إحنا هنعرضها بعد شوية أنه في صعوبة في تحدي حكي لنا بقى عن التحدي هذا هو هي ممكن أكتر تحدي كان بالنسبة لي كان أنه هو فكرة الدمج لأنه محدش بيعمل الفكرة دي أو بنصة صعبها بنقول أنه لا إحنا نخلي التدريبات خاصة بالأشخاص دوي الإعاقة وأنهما يتيحوا يعملوا الفكرة دي بس عايزة سألك سؤالي أنواع الإعاقة متمثلة بتكون في نفس الورشة ولا مختلفة؟ وأظن الاختلاف ممكن يخلي الأمور أصعب هي بتبقى مختلفة إحنا بنفتح استمار التقديم وأثناء الأشخاص اللي بيقدموا أنا ببقى عارفة التاريخ بتاع الديسابيرتي فبالتالي بقدر أفكر إزاي النشاط اللي أنا هعمله جوه يبقى متاح للي معايا في الورشة وبنبتدي نتعامل مع النشاط دائعي مثلا الأشخاص دوي الإعاقات البصرية مثلا المدرب بيبتدي أن هما إزاي يساعدهم يتحركوا مع الموسيقى أن هما يديهم إرشادات أن هما يتحركوا وبالتالي كلنا بنتحرك مع بعض ويمكن برغم أن الموضوع كان صعب أو يعني أنا كانت الناس بتستصعبوا بس بدأت أسأل الناس اللي هما الفنانين اللي بيقدموا عن ورشة اللي ما عندهم مش نسبلتي لأن كانت هميني الفيدباك بتاعهم كمان الأول كانوا بيبقوا حاسين حاسية أو خايفين بس بعد كده لما بنندمك كلنا في النشاط وفي الفن كله بيبتدي عبر عن التجربة بتاعته وتجربته وليه أصلا دخل الورشة فبالتالي مش بنحس أنه في فرق يعني في النشاط نحكي لنا بقى نا أثناء دي أول روند أول دورة بنحكيلي وزي ريشة وبيعملوا إيه؟ ده كان مجدي شهير من دمن الناس اللي كانت متميزة في الورشة تدريبات ليقة أثناء الورشة؟ بيبقى فيه تدريبات إنه إحنا بقى ما نفكرش خلاص في البرة ونركز في وقت الورشة فبالضبط دي تدريبات حركة وتدريبات تركيز برضو تتعامل أثناء الورشة إحساسك إيه لما تكرمت من السيدة أنتصار السيسي؟ بصور حقيقة أنا كنت شوفة مستوعبة على الوضع يعني غير بعد التكريم يعني على قد ما هو كانت حاجة كبيرة قوي وحاجة مهمة حسيت بيها بعد كده على قد ما أنا حسيت نامة سؤلية كبيرة لأنه كان لازم لازم أنفذ ولازم أبقى أقد التكريم ده وده حاليا اللي إحنا فيه عشان كده يعني مهتمين قوي بأول مشروع أنه هو يخرج في أحسن صورة أستاذة هند يعني خليني بقى أخذ يعني الفيد باكتا حضرتك عن مدى الصعوبات اللي ممكن تكوني قابلتيها في الأول وإيه المراحل اللي اكتستيها ودلوقتي إحساسك إيه بقى يعني في تدريباتك وأثناء الورشة الموضوع بقى سهل وبسيط إيه اللي حصل؟ في الحقيقة إحنا لما بنبتدي بيبقى يعني فكرة إن الواحد يتحرك في المكان من غير ما يبقى بيخبط في حاجة أو بيخبط في حد أو يعني يتحرك بحرية دي بتبقى صعبة بالنسبة لنا شوية من إحنا بنتحرك ومش شايفين لكن شوية شوية فاكرة الحركة كمان بتبقى صعبة قوي قوي في الأول إنه الواحد يتحرك كده يعني بياخد خطوات مترددة ويبتدي يقدم خطوات ويركع خطوات وشوية بشوية إحنا دلوقتي يعني بنتحرك تسعة في القوضة محدش فينا بيخبط في حد مغمضين عينينا كلنا اللي بيشوفوا اللي ما بيشوفشي وبنتحرك بسهولة جديدة جدا الحركة بقت أسهل بكتير ثقة بقت أعلى بكتير الورشة قتحت ده فعلا إن إحنا يعني في صورة جديدة في الحركة بالتدريبات يوم ورا يوم والبنى يوم ورا يوم يعني فعلا في الورشة قتاح وده لنا جدا جدا مش بالنسبة لي أنا بس بالنسبة لكل الموجودين يعني مش بالنسبة لإعاقات البصرية بس وبالنسبة لإعاقات الحركية كمان الوضع بقى أسهل يعني الناس بقت بتتحرك أسهل بكتير وتروح وتيجي ده أثر على أداء حضرتك خلى أداء حضرتك أحسن لما حالة من ثقة بالنفس أنه خلاص بتحركي بحرية ووضع أنك تخبطي في حد فأدائك بقى التمثيلي نفسه بقى أفضل بالتأكيد بالتأكيد ده أداء التمثيلي لأنه يعني خلاص دلوقتي أنا قدر أتحرك وتكلم وغني وأعمل كل الحاجات في وقت واحد بقى ده أسهل بكتير بس أنا حييمش فهمة يعني إيه مش بنهبط في بعض إزاي ده بيحصل بيتحقق إزاي بيتحقق بأنه فيه تمرنات متواصلة فيه تركيز شديد يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه إحنا لما فتحنا عنينا وبتردنا الحركة تردنا تلخبط يعني فعلا أنت وصلت لمرحلة لأنه الواحد لما بيفكر قوي في الحركة ويبص وياخد باله ورايح فين وجاي منين بيتلخبط شوية لكن لما بيركز قوي ومغمد عينه بيقدر يتحرك وهو فيه إحساس بقى الإحساس أعلى بأنه أنت رايح فين وجاي منين وحركتك تتوجه إزاي يعني حتى الناس المبصرين بيغمضوا عنهم بتحركوا زينا دلوقتي فالورشة كلها بقى فيها ده هم حسين بينا وإحنا حسين بيهم فالدنيا بقت أسهل بكتير جدا ففعلا دي الحاجات الرائعة اللي قدحتها لنا الورشة يعني وده فرق في حياتنا كلنا برا في الشارع يعني حركتنا حتى في الشارع بقت مختلفة أنا عايز بس أحييكي على إحساسك بجابة والله إحساسك حلو ده بعيدا بقى عن الحوار اللي احنا بمجري دلوقتي وجود حضرتك والله أمديني أنا شخصيا إحساس حلو كده وانتباعه لطيف جدا والله أنا كنت عايزة أسأل حضرتك يعني بتقولي أنه كمان في الشارع ده فرق ده في حياتك العادية ده فرق بس فرق في الحركة ولا فرق في حاجات تانية فرق في الثقة في أنه يعني الثقة بقت أعلى في أنه أنا شايفة أنا عارفة أتحرك وأنا شايفة أنا عارفة رايحة فين وجاية منين بقى أسأل بالنسبة لي أن أنا أتحرك في الشارع يعني يمكن شوية يعني بعد موضوع أنه البصر فقد البصر بقى كان كان بالنسبة لي في ارتباك شديد في الحركة في الشارع جدا يعني أننا ننزل وروح واجي كان صعب التدريبات الحركية والفكرة دي بتخلي ده أسهل بكتير أن الواحد في يوصله سهولة أنه يتحرك خلاص بقى عنده سيقة أنه يتحرك بسهولة جديدة يعني أكتر من الأول بكتير ديانا بتعلنوا إزاي عن نشاطكم وعن الورش وعن شجرة توت بشكل عام يعني بتستقبله والناس بتعرفكم زي وهل في شروط معينة عشان ناس تقدم يعني احكي لي عن ده إحنا بنعمل استمار التقديم في كل ورشة بالناس بتدخل عليها وبتقدم على بيتج معينة إحنا لدينا بيتج على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى ولينا على اليوتيوب كمان وحاليا موجود الويب سايت وأثناء العرض اللي هو حاليا إحنا عملنا اوديشنز للناس اللي قردي كان لدينا أولوية للناس اللي خدت معانا الورش وكمان نضم لنا ناس جديدة من فنانين قردي بيمثلوا للتجربة دي مش من زاوي الهمم لا إحنا التجربة ده مجرد فيه فنانين من أشخاص دوي أعاقة وفيه فنانين معندهم شن ديسبوليتي ظاهرة يعني طيب أنا موضوع السيطة اللي كانت هتقتي الجزء هذه يعني ما خليني ما زلت عندي فضول اختيارات موضوعات العروض بتيجي منين؟ هو الفكرة أننا بنشتغل على أولوية شرط جال أكتر وعلى التجارب السابقة عندنا كلنا يعني هو فكرة الفن عشان حر لأنه تجارب كل واحد مسؤولة برضو يعني بتدخل في إطار الفن ده وده اللي احنا بنشتغل عليه يمكن زي ما أنت بتقولي احنا نستوربين لهو ستة قتلت جوزها يمكن على طول السورة النمطية اللي بتتقدم في الدراما لو حد لو شخص مثلا عنده ديسبوليتي انه لازم يبقى طيب وكده لأ احنا بنتعامل انه هو شخص زي أي شخص ممكن يبقى شريره ممكن يبقى طيب وممكن يبقى عنده شخصية مختلفة وده يمكن اللي احنا عايزين نوضح ونصلت الضوء عليه في الدراما كمان عشان الدراما كل ما هتشوف الفنانين من ديسبوليتيز مختلفة بيتلاقوا على المسرح بشخصيات مختلفة بأداء مختلف كمان تصور الدراما هيختلف لأنه زمان ما كناش بنشوف يعني الأشخاص ده والأعقل ما كادش بتطلع في الشارع لكن طبعا مع تسهيلات الدولة والقوانين وكده لأ بدأنا نشوفهم في مجالات مختلفة فده كمان عايزينه يبقى أكتر في الدراما والحقيقة الوقت اللي فات بقيت تأشوف أكتر مشاركات من أشخاص ده والأعقل في الدراما زي مثلا مسلسل وشه ودهره دي حاجة حقيقة بتفسطنا وبحس أنه قد إيه اللي أنا بعمله لا هو ده فعلا اللي أنا عايزي أنا عايزة الناس تشارك وعايزة الناس تشارك أكتر في أكتر من عمل درامي وده هو هدفنا يعني ده الهدف الأسمى لنا إنه يبقى فيه مشاركات أكتر وإن الدراما تفهم شخصيات أكتر من الأشخاص ده والأعاقة لما يتقدموا على مسارح مختلفة أنا شخصيا عايزة أسأل سؤال مهم جدا يعني علشان لسه في موضوع 6 لق 3 جزء للأستاذة هندي يعني زي ما عمر كان بيقول حضرتك روحك يعني هادية ومريحة فوجدت صعوبة في أنك تجسدي دور يعني صادم وشرير بهذا الشكل يمكن شوية في الأول بس يعني بالتدريج الدنيا يعني بتمشي يعني شوية في الأول الواحد بيتخدى شوية بالفكرة بس يعني بالتدريبات يعني بتقدري تنتي يعني مهما هي الشخصيتك الحقيقية لكن تعرفي تقشي بقى في الدور وتغليل أي شخصية أيا كانت وهي ميزة الورش إن إحنا يعني مش بس كمان بنمثل شخصيات إحنا بنمثل اللي جوانا يعني إحنا بنكتب ونمثل اللي إحنا بنكتبه ودي حاجة بتخلينا نبقى مرتاحين جدا وإحنا بنعمل ده لأنه كل واحد فينا بيعبر عن اللي بيحسه سواء مشاكله العادية اليومية سواء مشاكله في البيت في الشغل في الشارع بيقدر يكتب عن ده ويطلع مشهد هو بيطلعه ويخرجه ويتشاف فده بيخلينا فعلا يعني الموضوع أسهل بكتير وبيخلي فيه حالة من السعادة إن إحنا قادرين نعبر عن نفسنا فعلا والناس هتشوف ده يعني هتشوف الكلام اللي طالع كل واحد بيعبر عن نفسه وبيقول إيه يعني الحقيقة أنا كمان حبة أزود يعني أشكر طبعا المدربين والمخرجين اللي كانوا وفريق العمل اللي بيشتغل معينا بصراحة بداية من المدربين اللي بدقوا معي أصلا التجربة من الورش لغاية المخرج أو المخرجين وفريق العمل الإداري برضو اللي بيشتغل معي في التجربة بصراحة لأنه هي الفكرة بدأت يلا جماعة أنا عايز أجرب يلا نبتدي فاللهو بدأت بالضبط كده فهم نصدقوا التجربة فحقيقة عايزة أشكرهم لأن أي نجاح يعني أنا بوصله يعني أنا مش بوصله لوحدي لأن في ناس حقيقة مهمة ومتمرسة في مجال الفن وكمان قدرت تاخد التجربة بجدية وتعرف تتعامل كمان مع الفكرة باختلاف فحقيقة أشكرهم إحنا حابين نشكرهم ونشكرك أنت كمان يا ديانة مؤسسة شجرة توت لفنون المسرح الدامج والأستاذة هند خليل من الممثلين المشاركين في العروض في المؤسسة بنشكركم جدا وحقيقي نورتونا واتبسطنا جدا بالكلام معاكم بشكرك جدا أستاذ هند وشكرا يا ديانة وعايز أعلق بس تعليق سريع على كلامك اللي كنت بتقوليه قبل ما مارينة تركز في الست لقاتل الجزء والحجاب دي إن جد يعني الدولة بقى تشوف زاوي الهمم من زاوية تانية يعني أنت كنت بتقولي عايزين نشاركهم في الدرامج زمان يمكن الدولة كانت بتبص لتوفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة والحياة الطبيعية جدا للدول الهمم لأدلوقتي في نظرة تانية خالص مختلفة والحقيقة كل مؤسسات الدولة متكتفة في ده وكل ده تحت رعاية الرئيس عفتاح السيسي وأنا عجبني قوي أن أنت مركزة أو دستي على فكرة الدراما فعلا عايزين الدراما تقدم حاجات مختلفة وهم نفسهم يكون لهم دور في الدراما يقدمون لنا حاجات مختلفة أشكركم جدا شاهدين الكرام هنطلع فاصل ونرجع ونتكلم عن قدرة المصري على الإبداع والابتكار ما تروحوش في أي حتى نستنينكم اشتركوا في القناة